بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أبناء العزاء طلاب الصف التاسع أهلا ومرحبا بكم مع المجال الخامس من مجالات التربية الإسلامية وهو السيرة والبحوث الإسلامية ودرس اليوم بعنوان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر من الهجرة الجزء الثاني وفي البداية نتعرف على أهداف الدرس ويتوقع منك عزيز الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن أولا تصف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه ثانيا تذكر موقف الصحابة رضي الله عنهم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن نشرع في شرح الجزء الثاني من درس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نسترجع ما درسناه في الجزء الأول من الدرس وقد درسنا علامات اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي نزول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح مدارسة جبريل للكرآن الكريم مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعي لأني لا أراكم بعد عامي هذا وقد تعرفنا على مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بدأ في أواخر شهر سفر من العام الحادي عشر من الهجرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بنسائه واستأذنهن في أمر مهم وهذا الأمر هو أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفي من ألم الحمى الذي ألم به بالماء البارد والرقية الشرعية والآن عزيز الطالب نشرع في صرح أهداف درس اليوم والهدف الأول وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه لما اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل ابنته فاطمة رضي الله عنها وأخبرها بوفاته صلى الله عليه وسلم وتحكي بذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دع ابنته فاطمة رضي الله عنها في شكواه التي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت رضي الله عنها فسألتها عن ذلك فقالت ابنته سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه صلى الله عليه وسلم فضحكت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلاة في جماعة لأهميتها ولكنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لم يستطع الخروج للصلاة بالمسلمين فما السبب في ذلك فكر عزيز الطالب لتجيب عن هذا السؤال لماذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى الصلاة في المسجد بارك الله فيك السبب في ذلك شدة الحمى والحمى تعني ارتفاع في درجة الحرارة ولذلك اختار صلى الله عليه وسلم من يصلي بالمسلمين مكانه فمن هو هذا الصحابي الجليل الذي يصلي بالناس اماما مكان النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيه انه الصحابي أبو بكر رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق رقيق القلب إذا قرأ غلبه البكاء فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليصلي فعاودته السيدة عائشة رضي الله عنها لتقول نفس الكلام فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليصلي وعليك عزيز الطالب أن توقف الفيديو قليلا الآن لتتأمل وتحلل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس على ما يدل هذا الاختيار بارك الله فيك عزيز الطالب يدل هذا الاختيار على مكانة أبي بكر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الأصلح للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكدنا لك عزيز الطالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أداء الصلاة في جماعة لأهمياتها فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الصلاة كيف كان ذلك رائع وبارك الله فيك حين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتضار واشتدت سكرات الموت عليه فكان يقول في ذلك إن للموت لسكرات وهو في نفس الوقت يفكر في أمته ويوصي بما يصلح حالها فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم بلالة على أهمية الصلاة في حياة الناس ولذلك يروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سطر الحجرة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنقص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه أي تأخر ليصل الصفة وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى السطر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خير بين أمرين خير بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربه جل جلاله والجنة فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قوله اللهم الرفيق الأعلى وعليك عزيز الطالب أن توقف الفيديو قليلا الآن لتحلل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى فماذا تفهم من هذا الاختيار النبوي للرفيق الأعلى عزيز الطالب بارك الله فيه يدل هذا الاختيار النبوي للرفيق الأعلى على حب النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى واختياره للقاء ربه جل جلاله فمتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى في أي يوم وفي أي شهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك عزيز الطالب رائع توفي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول في العام الحادي عشر من الهجرة وأظلمت المدينة المنورة في أعين الصحابة رضي الله عنهم حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توفي فيه في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فالأنبياء يدفنون في مكان وفاتهم والآن عزيز الطالب أوقف الفيديو قليلا لتجيب عن السؤال الأول في الصفحة الخامسة والأربعين بعد المئة والذي يقول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر للبعثة العاشر للهجرة الحادي عشر للهجرة الحادي عشر للبعثة أي اختيار صحيح؟ بارك الله فيك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر للهجرة الصحابي الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذا الصحابي الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس رائع إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه والآن ننتقل للهدف الثاني من أهداف درس اليوم وهو موقف الصحابة رضي الله عنهم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لخبر وفاته أثر كبير على كل من في المدينة المنورة فما هذا الأثر على كل الناس في المدينة المنورة بارك الله فيك عزيز الطالب أثر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أذهل العقول وأفجع القلوب وانقسم الناس بين مصدق ومكذب فكان لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقف ولسيدنا أبو بكر الصديق موقف آخر فما موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رائع لم يصدق عمر بن الخطاب هذا الخبر وأخذ يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فما موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الموقف عزيز الطالب رائع وبارك الله فيك أقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم وقبله وقال بأبي أنت وأمي صبط حيا وميتا يا رسول الله ثم خرج إلى الناس يخطب فيهم وقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تعوا قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وعليك عزيزي الطالب أن توقف الفيديو قليلا الآن لتجيب عن السؤال الثالث في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة والذي يقول وضح موقف أبي بكر الصديق وموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما موقفهما بارك الله فيك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصدق وأخذ يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران أما موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو خرج إلى الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخطب فيهم وقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت والآن جاء دورك عزيزي الطالب في الغلق الختامي لتجيب عن الأسئلة الآتية وتتأكد من فهمك لما تم شرحه في هذا الدرس السؤال الأول على ما يذل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس السؤال الثاني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الصلاة السؤال الثالث متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى السؤال الرابع ما موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الخامس ما موقف أبي بكر رضي الله عنه من خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حاول عزيز الطالب أن تجيب عن هذه الأسئلة لتتأكد من فهمك لما تم شرحه أبناء الطلاب شكرا لإصغائكم ومتابعتكم ونلتقي بكم في دروس أخرى قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته